هل حصل تواصل بينك وبنجاز الفاني المنتخب مصر فترة مضايق الجاز الجديد؟ المنتخب مصر ده شرف كبير لأي حد يمكن أنا جربت ولعبت بفترة المنتخب يمكن أتمنى أن كل يوم وبعند مطش منتخب أكيد حصل فيه تواصل ما بيني بس طبعا هم الناس كلموني بسبب الظروف اللي كنت فيها وبسبب أن أنا كنت لسه ما روحتش نادي يعني مخلصتش مع نادي كان عندي كمية مفاوضات كبيرة فالناس فضلوا أنهما يعني يخلوني برة مستبعد المعسكر ده وإن شاء الله الأيامات جاية يكون في آخر مدينة في وقت من الوقت كان المنافسة بينك وبين محمد الشناو كبيرة جدا لدرجة أن فيه ناس كتير يبتقول أن محمد أبو قبل يستحقك يبقى الحارس الأول لمنتخب مصر حاس أنك بعدت عن المنافسة دي؟ لا خالص لا خالص ما فيش حد بعيد عن منافسة منتخب مصر أو عن أن هو يكون موجود في حراسة مرمى المنتخب ده حق مشروع لأي حارس وأي لعف في مصر كلها زي ما قلت لك حتى ما بنتضمن المنتخب آه بتبقى فيه نقط أساسية بس اللي بيأدي كويسه اللي بيشتغل كويس في المعسكر ربنا بيوفقه وما فيش حاجة بعيدة عن ربنا زي ما انت شفت ربنا بيغير الحال في ثانيا صح في كاس نوم الأفريقية في ثواني محمد أبو جابرة كان رقم واحد في مصر آه يعني أنا من فترة من واحد عنده كورونا قبل البطولة لما سافرش اللي سافر بعدها بتلات أيام وصل على أول ماتش ربنا كرامني عدين أول ماتش وتانى ماتش جينا في الدور الستاشر آه حصلت إصابة لشناوي نزلت يعني ترتيب ربنا مفيش حسن منه انت الفترة دي بالمناسبة يعني ده بنت ذكرتها الفترة دي كانت فترة مفاجأة آه طبعا شناوي بقاله فترة هو الحارس الأول لمنتخب مصر فهي حارس بديل حتى لو هو اسم كبير واسم كويس الناس كان بتقلق شوية لو الشارك مكان محمد شده ممكن يحصل المشكلة انت زي كنت جاهز وازاي نفسيا كنت متأهب لهذه الأمور ازاي أصلا تخطيك كل الضغوط الممكنة يعني انت تتكلم في كاس الأمور الأفريقية ده ضغط الواحده لعب المنتخب مصر ده ضغط الواحده لا ده انت كمان الجمهور بصصلك انه لا أبو جبل مش هيسد آه ممكن ده يكون طبيعي من وجهة بعض نازل الناس لكن آه عشان شناوي رجله سابتا بالذات جده يعني ده طبيعي مالعيب كرة اللعيب اللي يكون بعيد غير اللي بكون موجود بالسمرار بس أنا ما بينهم ما بين نفس أنا أنا تعبت كتير جدا في حياتي من وانا عند 12 سنة انا شغال على هدف ده عشان اكون موجود في المنتخب مصر عشان يما تجيلي فرصة في منتخب مصر أثبت لنفسي و للناس كلها ان في حد موجود اسمه ابو جبل جاهز يكون موجود للمنتخب فأي وقت طلبوه في الاستعانة بيه جاهز ان هو يكون موجود يعني ده الداني دفع كبير جدا ان انا بشتغل على نفسي بحاول اطور من نفسي كل شوية بخش في منافسات كتير جدا في النادي وفي المنتخب والحمد لله فضل ربنا بوافقني وباكسف فيها كله بالاجتهاد في التمرين والعمل عند نقطة اساسية باب امركز فيها في حياتي وبحاول اوصل لها والحمد لله كل نقطة ركزتي فيها وصلت لها في تواصل بينكم محمد الشناو مستملك؟ على طول مدنهم وبين كل الناس ما بقدرش اقطع علاقة مع حد لان انا علاقة كلها كويسة بناس كلها من اكتر اللعبة اللي انت لسه على تواصل معهم من المنتخب ومن ناجي الزمال كتير والله يعني معظم الوقت دايما مع النيني ومع ترزيجيه رمضان صبحي شناوي حجازي طاري حامد محمود علاء زمايلي هنا في البنك على طول كلهم معاه في التليفون وعال واتساب يعني لا كتير مش مش عايزة نسى حد بس فيه علاقات كتير ما بيننا ما بين بعض وهي دي اللي بتكون الانسجام والحب وان احنا بنقدر جوة الملعب بنحتوي بعض وكلنا نكون موجودين كرجال يعني بنستحمل بعض في الكلام بنشجع بعض الموضوع بيفرق سداني بيفرق كتير